مساء الخير و أهلا بيكو حلقة جديدة و كلمة أخيرة النهار ده يوم حاسم بالنسبة لمنتخبنا الوطني في أمم أفريقيا هذه مباراته الثالثة أمام كيف فردي متصدر المجموعة إما أن نعبر أو نخرج من البطولة بعد تعادلين و أداء باهت الفوز طبعا بيؤهلنا للدور الستاشر بينما التعادل أو الخسارة بيدخلونا بقى في حسابات بيرمة و حسابات معقدة و خلي معاك الكالكوليتر و احسب بقى لو الفرق التانية عملت ايه قصة كده شديدة التعقيد نهار ده هنتابع معاكم المباراة طوال الحلقة لكن هيكون معنا فقرتين الأولى سنناقش فيها قانون الولاية على أموال القصر و محاولات تعديل القانون ليكون للأم مكانة متقدمة في الولاية على أموال أبنائها القصر في حال وفاة الأب و الفقرة التانية مع كتاب أسوان 44 أسوان بالصاد أحد الكتب التي صدرت مؤخرا عن دار ديوان و تعرض في معرض الكتاب القادم الكتاب يسرد تاريخ أسوان و أهلها و حكاياتهم و عادتهم و أتقالدهم في النصف الأول من القرن العشرين مع الكاتبة الدكتورة عائشة خليل عبد الكريم نرجع للماتش اللي سينطلق كمان نصف ساعة أو أقل تقريبا تعالوا نشوف أولا التشكيل التشكيل النهاردة في أربع تغييرات زي ما أنتم شايفين طرفي الدفاع طبعا الشناوي زي ما هو طرفي الدفاع هاني و فتوح دول متغيرين أيضا مروان عطية مكان النني وزيزو بدلا من القائد والكابتن محمد صلاح طبعا محمد صلاح مش موجود زي ما أنتم عارفين في التشكيل بعد هذه المباراة سيغادر صلاح الفريق عائدا إلى ليفر بول للعلاج في المفاجأة التي كشفت عنها الصحافة الأجنبية أمس و الاتحاد بتاعنا أكدها بعد أكتر من ساعة من إعلان كلوب طبعا إحنا دايما بنعرف من الصحافة الأجنبية ولا نعم ولا وهو معنا يعني مش بنعرف أخبار صلاح وهو في ليفر بول لا احنا نعرف أخبار صلاح وهو جوى المنتخب منين من فابريزيو رومانو من التايم ماجزين من رامي عباس زي ما هنعرف كمان بعد قليل الجمهور الحقيقة أصيب بصدمة وغضب من قصة مغادرة صلاح ومن اتحاد الكرة أيضا خاصة أنه كابتن الفريق وأننا لم نعرف من اتحادنا ولكننا فجئنا بالخبر من ليفر بول ردود أفعال واسعة جدا على السوشيال ميديا كانت منقسمة ناس بتقول يا جماعة ده محترف النادي له حق عليه وهو الذي يتحكم في قصة العلاج والإصابة وأيضا حركة اللاعب ولازم يخافوا عليه ده بمئات الملايين وناس تانية تقول لا كان لازم يرفض ويفضل مع الفريق خاصة أنه كابتن الفريق وليفر بول يبعتوله أطباء للعلاج زي بايرن ميونيخ ما عمل مع مزراوي لاعب ونجم المغرب في نفس البطولة مزراوي كان مصابا من بداية البطولة يعني راح أصرر مع الفريق مصاب وفضل معهم وما زال معهم وبايرن ميونيخ بعتوا معه عدد من الأطباء ده الجدل الدائر لكن عندنا بعض المعلومات نبتدي بما قاله رامي عباس منذ قليل رامي هو الوكيل أعمال محمد صلاح رامي تكلم على إصابة صلاح قال إيه؟ قال إن إصابة صلاح أكثر يعني أصعب مما كان متوقعا في البداية وإن هو هيكون غائبا لا يستطيع اللعب من 21 ل28 يوم يعني إحنا من 3 و4 أسابيع مش مجرد مطشين وأفضل فرص صلاح للمشاركة في أفقان أو في كاس الأمم الإفريقية هو إن هو يذهب إلى بريطانيا يحصل على العلاج اللازم ثم يلحق به الفريق أز لونج أز هزفت يعني أول ما يستعيد ليقطو من جديد إذن معلوماتنا بتقول ده كلام رامي عباس اللي أكد معلومات أيضا عندنا إن إصابة صلاح ربما لا تكون مجرد شد في العضلة الخلفية كما قال بيان اتحاد الكورة ولكنها قد تكون تمزق في العضلة جريدة التايمز البريطانية أيضا قالت إن الإصابة هي تمزق في الأوطار الخلفية وأهل الكورة عارفين إن ده أشد شوية من مجرد شد عادي في العضلة الخلفية وإن ده التايمز أيضا قالت إن ده محتاج لعلاج من 3 لأربع أسابيع كي لا تتفاقم إذن برضو عرفنا تفاصيل إصابة صلاح مش من اتحاد الكورة مش من أطبقنا المصريين ولكن بنعرفها إما من الصحافة البريطانية أو من رامي عباس ومن ليفر بول الحقيقة إن ده موضوع مزعج جدا بالنسبة لنا وهو ده اللي بيصيب الناس بكثير من الغضب لماذا لا نعرف من الاتحاد لماذا لا نعرف من أطبقنا في الاتحاد طيب حصل إيه بقى القصة إنه ليفر بول بعد إصابة صلاح طلب الأشعات والتقارير من الاتحاد المصري واتصل بصلاح ليتعرف على طبيعة الألم اللي أصابه وبعد ما الأطباء شافوا في ليفر بول وأرسلت لهم كل الأشعات والتقارير وشافوها قرروا إن الإصابة أكبر من ما يقوله الاتحاد المصري وقرروا أنه لابد من سفر صلاح لأن الأمر مش مجرد أسبوعين لكن مش أهل من ثلاث لأربع أسبوع وإن أي تحامل على الإصابة سيؤدي إلى تفاقمها أكثر حصل اجتماع بين الفريق الفني والطبي في ليفر بول ونظيره المصري طبعا عبر زوم أو تليفون أو كونفرينس كول أو واتفر فيتوريا والأطباء المصريين والتقم الطبي وتم الاتفاق على مغادرة صلاح بعد مباراة اليوم وعودته إلى الكود ديفوار إذا وصلنا للأدوار النهائية وكان فيه اتفاق على الإعلان عن مغادرة صلاح هيكون إعلان مشترك بين ليفر بول والاتحاد المصري بعد أو يعني يعلن ليفر بول ويعلن الاتحاد المصري في نفس الوقت بعد مباراة اليوم لكن كلوب سبق بالخبر ورامي عباس طبعا قال تفاصيل الإصابة اللي تختلف تماما عن التفاصيل اللي قالها الاتحاد المصري وبالتالي يعني stay tuned خليكوا وراء الأجانب أو الصحافة الأجنبية وليفر بول ووكلاء اللاعبين لأنكم هتعرفوا أخبار فرقنا في كود ديفوار منهم وليس من الاتحاد المصري أموما ده موضوع خلص في الماضي صلاح موجود في الملعب ولكن مع اللاعبين لكي يحمسهم لكي يشجعهم دلوقتي إحنا هنركز على المباراة الحاسمة مباراة حياة وموت للفريق المصري كي لا ندخل في حسابات إحنا مش طرف فيها لو مصر لم تنجح في الصعود للدور القادم ده هتكون أول مرة تخرج من دور المجموعات من 2004 يعني من 20 سنة تعالوا نشوف تاريخ مشاركة مصر في أمم أفريقيا وحنتكلم عن صلاح وحنتكلم عن الغضب اللي على السوشيال ميديا والأراء المختلفة لكن في النهاية هذه إصابة هذه إصابة من الواضح أنها الإصابة أشد كثيراً مما كان مؤلناً من الواضح أنه اتحاد المصري بيحاول يطبطب علينا مش عايز يقول لنا الحقيقة فيقول لنا أن هي أسبوعين فنتخيل أنها أسبوعين وهيلعب في دور التمانية وما تعلقوش يا جماعة وهي إصابة أشد طبعاً ليفر بول بيخاف عن لعيب بتاعه بيخاف على إصاب يعني صلاح صروة ليفر بول عايز ياخد البطولة والدوري ففي النهاية صلاح بقى شكل وحش بسبب بيان الاتحاد اللي هو غير واضح وأتكلم على شد فالناس قلت لك شد يا جماعة داسبريات وشوية مساج والموضوع يخلص وراحة لكن طلع أنه هو تمزق فيه فرق كبير بين الشد وبين التمزق يا أطباء الاتحاد المصري خلونا نشوف هذه المعلومات عن مشاركة مصر في أمم أفريقيا ويا رب نكسب النهاردة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر